تتسارع الخطى فالحدث جلل كييف ومدن أخرى تستفق على وقع ضربات صاروخية روسية عشرة قتلى ستون مصابا سبعون منشأة وخمسة وثلاثون مبنى سكانيا تضرروا والحصيلة تنوح بيد الارتفاع وعكس ما كان متوقعا في وقت ترقب الجميع اجتماع مجلس الأمن الروسي لمعرفة هوية رد موسكو بشأن تفجير جسر القرم يقع الرد قبل أوانه ويطل بوتين مهددة لا جريمة تمر دون رد في حال تكرار تلك العمليات سيكون الرد الروسي قاسيا جدا ومناسبا لما نتعرض له ترك الأعمال الإجرامية الأوكرانية دون رد هو شيء مستحيل سفارات الانذار لم تهدأ أينما وليت وجهك لمحت دخانا ودمارا ومياها منعت الأوكرانيين حتى من قطع الطريق مشقا إنهم يحاولون تدميرنا ومحول من على وجه الأرض هناك صواريخ تسقط للأسف هناك قتلى وجرحة ردود الأفعال التي أدرت ظهرها لضربات موسكو توالت الأمين العام لحلف النيتو يينس تولتنبيرغ وساو وزير الخارجية الأوكرانيك ديمتري كوليبة وأكد دعم النيتو لكييف مهما طالت الأزمة الأوكرانية وزارة الدفاع الألمانية أكدت تسليم كييف أربع منظومات دفاع جوي متوسطة المدى من طراز RSTSLM فيما عبر مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن صدمة عميقة وتضامن عسكري مؤجل قد تزيل الجرافات الدمار هذا من على طرقات كييف لكن أثاره باقية ما بقيت مفترقات الأزمة وغابت إشارات الحلول ترجمة نانسي قنقر